في جلسات المناقشة العامة الأخيرة مداخلات حامية وأحيانا من العيار الثقيل لم تحمل أي جديد باستثناء ما أضيف من شرخ بين موالات ومعارضة لكنها انتهت في اليوم الثالث بتجديد ثقة للحكومة بعدما حضر الموالون بكل ثقلهم وخرج المعارضون باستثناء ثلاثة منهم والمحصلة ثلاثة أيام من الهرج والمرج داخل مجلس نواب لم يتردد رئيسه بإعلان قرفه إذن هذه حال المسؤولين فماذا عن رأيي الناس؟ ذكروننا بأيام لما كنا بالمدرسة كيف كنا نتخانق مع بعضنا إحنا أولاد شو راح تعمل بالانتخابات الجامعة قول ترجع تنتخبون هن زيتون النواب؟ ما نحن بهذا البلد خوريف بدي ننتخب اللي بخصوني لأنه إذا وقعد بمشكلة ما في حدا غيرهم بيشرونه أنا طرابلسي بس لازم يفل لازم يفل لنجيب مياهاتي كلها مسرحية ما حدا أكلها غير الفقير شو راح تعمل بالانتخابات الجاية؟ شو بدي أعمل؟ ما راح ننتخب حدا إذا الله بريد هن زيتون 14 قدار اللي عم بيشتغل مزبوط بنا ننتخبهم بس مثل مين يعني؟ أنا من جامعة عون عفكر ورقة بيضة من عايش الحياة البرلمانية لسنوات امتوال يرى فيما حصل صدمة وخيبة أمل لغياب الثقافة البرلمانية والديمقراطية الحياة البرلمانية هي معطلة ومشلولة يعني هذه بارح كان مظهر محاولة لإظهار أنه في مجلس نواب عمليا مش الحكي اللي بيعمل المجلس النواب هو المسئولية ما فيه مشروع مشترك صار قصة فشة خلق ناس يسيبوا لها الحكومة ناس يسيبوا لها الحكومات السابقة وما حد بديوا تحمل مسئولية كل واحد يحط الحق على الثاني يعني بالآخر أعطى برقة أمل هوني بدي يسجلوا إياها للرئيس مئتي أنه لما نحكى أنه العودة إلى الطائف وما أكد يرجع الواحد للأصول والجزور رزق أعلق على أعلان بري قرفه الرئيس بري تمرت بالسلطة صروا بالسلطة بالسلطة الأربعة وثمانين بعتقد أنه هاي دي مسئولية مشتركة ما حدا فيه يتنصل منها الكل المسئولين عن كل اللي نوجده عدم تطبيق الطائف هو مسئول عن هالانهيار لأنه حاولنا بالطائف أنه نرجع نخلي حد معين من إمكانية قيامة الدولة رزق دع الشعب إلى ممارسة حقه بالمحاسبة عبر الانتخابات المقبلة أيا كان شكل القانون المعتمد مع تأكيده أن الحكومة الحالية غير مؤهلة للإشراف على أي انتخابات ترجمة نانسي قنقر